أما الثلب فكما جاء في شرح النهج أيضا في المجلد الرابع الصفحة 64 عن الأعمش الثقة بالاتفاق عند القوم قال لما قدم أبو هريرة العراق مع معاوية عام الجماعة شون يعني عام الجماعة؟ يعني العام الذي تغلب فيه معاوية وصار هو الحاكم المطلق يسمون هذا العام عام الجماعة في قبال الخمس سنين التي حكم فيها علي عليه السلام يسمونها سنوات الفتنة والتاريخ يعيد نفسه تبهوا لهذه الداعية للحق وعهده يعد فتنة مثل ما يرموننا بأننا فتنويون وإذا مجتمع الناس حتى على الباطل وإمة الباطل سموا ذلك عهد الوحدة الإسلامية والجماعة الإسلامية هكذا يقول عام ولاية معاوية عام الجماعة جمع الله الأمة على خلافة معاوية فتعسن لهذه الأمة التي تجتمع على معاوية بصراحة إذا هذه وحدتكم وهذه جماعتكم فتبا لوحدتكم وتبا لجماعتكم هذه الآن في زماننا تريدون شيء نفسه يا معشر البترية الأخابث تريدون منا أن نسكت عن بيان الحق وأن لا نثلب من ظلم أهل البيت عليهم السلام ومن انتزى على حقوقهم ومن ادعى الإمامة دونهم ومن كذب على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لا تريدون منا أن نتكلم على أبي بكر على عمر على عثمان على عائشة من أجل المحافظة على الجماعة والوحدة أنتم على خط معاوية والأمويين خط أهل البيت يقول كما قال الصادق عليه السلام تمنوا الفتنة فإن فيها هلاك الجبابرة وطهارة الأرض من الفسقة لا نكف عن بيان الحق وإن ثلبتمونا وافتريتم علينا بأننا فتنويون الفتنة منكم وإليكم تعود كما قالت الزهراء عليها السلام لما احتجت على أبي بكر لعنه الله في خطبتها وكان أبو بكر رافعا لشعار الوحدة وهذا طبعا حالة طبيعية انتبهوا كل حاكم بيده مقاليد السلطة دائما ينادي الوحدة الوحدة الجماعة الجماعة إياكم والفرقة إياكم والفتنة لماذا؟ لأنه بمقاليده السلطة هو لا يريد للمعارضة أن تتحرك فيحذر من الفتنة الزهراء من جانب المعارضة فكيف احتجت عليه؟ قالت ابتدارا زعمتم خوف الفرقة أو خوف الفتنة ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين الفتنة من أبي بكر صدرت وإليه تعود من السقيفة من الأمويين من العباسيين لتجي علي أنا المظلوم الذي أصيح بظلامتي وظلامة نبيي وأهل بيتي عليهم السلام والترميني بالفتنة تصمني بالفتنة الفتنة أولئك بدأوها أنا هنا أدافع عن أئمتي عليهم السلام أدافع عن نبيي الذي لوثوا سمعته بهذا التلويث أدافع عن ديني الذي خربوه وأفسدوه وجعلوا الأمم تضحك علينا وتشمئز منا